ميزة يديدة ببرنامج تويتر تم إضافتها للمستخدمين اسمها Voice Tweets حالياً تجل ترسل رسالة صوتية أو Voice Tweeter ونقدر نسميه Voice Note في تويتر حق المستخدمين والطريقة تستخدمها وايد سهلة إذا بترسل أي تويت راح يطلع لك تحت علامة يديدة تابع الصوت تختارها وراح تطلع لك هالصفحة تضغط على زر التسجيل وتقول الرسالة أو التويت اللي تبي ترسله للمتابعين عندك وراح يعطيك مدة تسجيل 140 ثانية تضغط Done وراح يطلع لك التسجيل وتغير تكتب كلام مع التسجيل كأي تويت عادي وإذا بترسله بتويتر راح يطلع لك شديد شكله حق المتابعين تضغط على Play عشان تسمع الصوت وتحت في شريط راح يبين مدة الصوت حالياً الميزة هذه بس متوفرة حق نظام الآي او اس وقريباً راح تكون موجودة حق نظام الأندرويد ترجمة نانسي قنقر